قررت الحكومة رفع القيود عن كل العملية الاستعجالية بالمدن والأقطاب الحضرية والتي تعرف وثيرة متقدمة في إنجاز السكنات وذلك لتوزيعها في قريب العاجل وبحسب ما جاء في بيان المصالحية الوزير الأول عقب نهاية اجتماع مجلس وزري مشترك ترأسه بدوي يوم أمس أن القرار يخص إنجاز شبكات الطرقات والربط بالغاز والكهرباء والماء وتطهير والتهيئة بكل من سيدي عبدالله بالعاصمة وبوينان بالبوليدة وذرع ريش بعنابة وعين حاس بقسنطينة وأحمد زبانة بوهران